هنرجع مرة تانية للكلام اللي كنا بنقوله حول غزة وهرجع له من خلال كلمة فخامة الرئيس مباشرة أنا عايزكم تسمعوا الكلمة اللي بيتكلم فيها عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوتها للهدنة وقف الاقتطال في غزة طيب خلونا نشوف الرئيس قلقي وهنرجع نكمل الكلام محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة مبارح بعملية وقف الاقتطال والتهدئة أو الهدنة ده مهم قوي لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون لي يعني نندم عليه بعد كده عندما تخرجوا الأمور عن السيطرة وده أمر أنا برضو بسجله هنا وبحذر منه مبارح كان فيه طيارات مسائرة دخلت وتم إسقطها أي مكان المكان اللي هي جاء منه أنا حذرت قبل كده من أن التساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة ومن المنطقة كده هتبقى عبارة عن كنبيلة موقوتة موقوتة تأزينا كلنا تأزينا كلنا عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة زاد سيادة وأرجو أن نحن كلنا نحترم سيادتها ومكانتها وهنا الكلمة اللي حولها دي ملاش معنى يعني تباهي أو تماهي مصر دولة قوية جدا لا تمس مصر دولة قوية جدا لا تمس طيب ده حديث الرئيس على مسألة الجمعية العامة الأمم المتحدة وهذا القرار الداعي لوقف إطلاق النار في غز هنا بيجي السؤال طيب ومتى يتم تفعيل هذا القرار وقد يأتي سؤال لاحق عليه وماذا بعد تفعيل هذا القرار